بصوا بقى شادي العجار وريهام نسيم اتنين شجعان جدا بالمناسبة ليه شجعان جدا انت عارف في النهاية خلاص احنا عايشين في مصر مش قاعدين في بلجيكا فلما انت بتدرس حاجة وخلاص يعني انت بقى اهلك انا هدرس اقتصاد فتلاقي الناس كلها قاعدة عمالة متصورة اقتصاد الودة وزير سفير انا هدرس بيزنس رئيسة البنكة هيك بس خلاص كده تيجي بعد كده انت قدام شوية ويا سلام سلام بقى لو خدتلك ماجستير ومش عارفي تيجي بعد شوية تقرر مش هقولك هتعمل كريش شفت بس يا جماعة انا هركن الشهادات دي وهدرس موسيقى وهلعب موسيقى وحاجات زي كده ولهذا احنا معانا اتنين شجعان جدا شادي وريهام منورين عمدين ايه كله تمام الموضوع يتطلب شجاعة حقيقية صح؟ صح ومواجهة مش مع النفس بقى مع العيلة مع المجتمع بزر عملت ايه او ايه اللي حصل لما واجهت العيلة بانه بعد دراسة الاقتصاد وماجستير في الاقتصاد هو انا هشتغل شغلي من اللي انتو بتحبوه بس انا بحب الطابلة جدا وهلعب طابلة وبشكل عام وانزل حفلات هي كانت نقلة وكانت بالنسبة لهم هو انت بجد يعني انت نوي فعلا وعملت بيج والبيج كل يوم بتزيد بالثلاثين والاربعين الف انا نمت صحيت اول يوم مئة وخمسين الف فيديو اللي فيديو انا عمله بالشرط من البيت فانا نفسي مكنش فاهم انا لقيت اختي بتكلمت وقليلي الحق الفيسبوك مقلوب وكنت عامل دي سباسيتو بالطابلة انا طول عمري بيعمل الميكس ده فبقول له فلاقيت ابوها بيكاليني انا بابا نفسيطو بالطابلة دي احدى هنسمعها انا ابويا ظابط فتعرف الجوه العسكري في البيت ده لعت فلاقيته بيكاليني بيقولي شادي انت فين قلت انا في المكتب بابا عادي بش حاجة قللي هو انت طالع بتطبل بالشرطة قلت له لا بش حاجة خالص مش قصدي انا في البيت بهرج وحطيت الفيديو عادي بش حاجة قللي على فكرة لو انت رجعت عايز تعمل موهبتك تاني كمل بجد اه انا ابويا كده من زمان انا طول عمري والدتي بتلعب بيانو في البيت فدايما بسمعها بتلعب مزيكة وانا طول عمري بقى خبط جنبها فابويا راح قال لي شادي انا هجيب لك طابلة وتتعلم مزيكة قول يا شادي الكلام عشان الناس تعرف القصيطة اه 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 صح ما انت عصيطي عارف الناس فاكرة انو الصعيد بقى مفيش كلقه خالص خالص فقال لي لو انت لان انا في جاب كبير انا اتخرجت من جامعة سنة الفين واربعة ابتديت اه ارجع على عمزيكة الفين وسبعتاشر فانا اعطي ممكن تلتاشر سنة سايب الطابلة الطابلة متربة في البيت ما بقى مش بقى حاجة بس حسيت لحظة ان انا مش عايزت افضل طول عمري في اللوب دي بتاعة صبح المصنع وبالليل الولاد في البيت ومش عايز اعمل كده بس انا عايز ارجع اعمل اللي انا بحبه عمل حاجة بحبها بالضبط ومش عايز ده يأثر على ده وفعلا انا حاطت ده فرينج يعني انا مش بعمل افراح مش بروح افتتحات كافيهات ما بعملش كلام ده انا عندي بند بتاعة ايب نطلع نعمل حفلة كل شو هاية في الساقية نروح مش عارف ايه كلام هاية بالضبط كنا اعمل حفلة في الساقية في اماكن محددة تقعوا تدفع تقعوا تتفرج علي تستمتع تستمتع تتفرج عن مزيكة حلوة والبند حلو وبينورنا كتير رهام